ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتشكيل لجنة من الأمناء العاميين لاستكمال الحوار حول قضايا الملفات المختلفة التي جرى مناقشتها بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية نعتبر اجتماع اليوم للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية خطوة أولى وهامة لاستكمال حوارنا الذي نرجو أن يحقق الأهداف البرجوة في أقرب وقت ممكن ولذلك فأني أدعوكم لتشكيل لجنة منكم لتقوموا باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها اليوم بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوطنية وأطلب من هذه اللجنة الشروع في العمل فورا لإنجاز مهمتها والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقات أو توصيات وآمل أن يكون لنا لقاء آخر قريب على أرض الشقيقة الجمهورية مصر العربية لنعلن إلى شعبنا إنهاء الانقسام والسعادة الوحدة الوحدة